اشتركوا في القناة عن لوني لو كنت انا ابيض وقلت البيض عندهم مشكلة في افريقيا مثلا وفي امريكا وكذا انهم عندهم تطرف وعنصرية هذا ما يعد عنصرية لما اقول هذا الكلام لو كنت انا ابيض وقلت السود فيهم كذا وكذا في امريكا هذه عنصرية عرفت كيف تلفرق من الجبن انك انت تنتقد الطوائف الاخرى والاديان الاخرى والجنسيات الاخرى والاجناس الاخرى وتمدح فيه جنسك او عرقك او طائفتك او كذا كيف يكونون طائفيين كيف يكونون منحازين كيف يكونون شعوبيين تجاه الاخرين ضد الاخرين فالشجاعة انك انت تنتقد ذاتك الجبن انك انت تنتقد الاخرين وتمدح ذاتك الا في حالات مثلا انا جيت وقلت ان استخدام هذا النوع من الطقوس او هذا التصرف كذا قد يتضرر به الانسان من حالة نفسية وكذا وقلت هذا وانا نفساني مثلا هذا مقبول مني او مثلا انا باحث شرعي وتكلمت في مستوى علمي وفي اوساط علمية او كتبت كتاب علمي وكذا وانتقد فيه الفكر الشيعي او الفكر السني او الفكر الاباضي وكذا هذا في الحقيقة المفروض انه يكون مقبول من باب التخصص يجب ان يكون مقبول ما نستطيع ان نوقف الفكر فهذا طبيعي جدا اذا كنت انت مش متخصص فهذه قلة ادب ان شخص في تويتر مثلا هو سني ينتقد الشيعة او شيعي ينتقد السنة او ينتقد البوذيين او ينتقد المسيحين او ينتقد الهندوسيين او ينتقد اليهودة هذه قلة ادب وجبن لان الشخص هذا فقط يتحيزون لكن لو كان هو عالم او متخصص وذكر مسألة علمية ووحطها باطار نقدي فهذا في الحقيقة يجب ان يقبل ويجب ان لا يمنع لانه في الحقيقة نعرف من وجهات نظر مختلفة فاذا كانت من جهة متخصصة بطريقة نقدية وعلمية ومحترمة فهو مقبول ويجب ان يكون مقبول انا طبعا اعرف انه مو مقبول اليوم بس انا اقول ان هذا الوضع الطبيعي اذا كان انتقاد لطائفتك وكذا فانت حر في الحقيقة لانك انت من الداخل وانت كيف تستطيع ان تنتقد طائفتك او شعبك او كذا فانا اذا مثلا انتقدت العرب هذه شجاعة مني ان انا انتقد العرب انا لو جيت انتقد الايرانيين او انتقد الفلبينيين او انتقد الاستراليين هذا جبن لو عملته أنا لو عملته كمختص وذكرت شيء في الشعب الإيراني وفي المجتمع الإيراني وفي المجتمع الإسترالي وقدمت رسالة ماجستير في هذا الموضوع أو رسالة دكتوراه في هذا أو كتبت مقالع فهذا في الحقيقة مقبول يجب أن نعرف أين نستطيع وأين لا نستطيع الجبان يدخل في تويتر ويشتم الطوائف الأخرى لو كنت أنت شجاع أنتقد طائفتك والأخطاء التي فيها لأن في طائفتك أين كان الطائفتك ما يكفي لأن تتحدث عنه طوال حياتك فإذن أول ركن هو ركن الشمولية هو الذي يشمل الجميع يعني الحب يشمل الكل